يستهل معرض صحفة الوطنية مشاهدين الكرام بجريدة النهار التي عنونت صدر صفحتها الأولى الرئيس يبدأ الحساب من أين لك هذا هذا هو أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد بون عن استحداث سلطة وهيئة جديدتين من مهامهما مكافحة مظاهر الفساد وسط الموظفين العموميين وكبار المسؤولين والإطارات وحسب بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد بون فإن رئيس الجمهورية استهل الاجتماع بتنصيب المفتش العام في رئاسة الجمهورية بشكل رسمي تقرأون دائما في الجريدة فصل النقابات عن السياسة في قانون النقابات الجديد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد بون بأن يكون القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي يتماشى مع لوائح المكتب الدولي للعمل وأن يراعي ظوابط تمثيل الحقيقي للنقابات وشدد الرئيس خلال الاجتماع اجتماع مجلس الوزراء لدى تطرقه إلى مراجعة قانون وكيفيات ممارسة العمل النقابي على أن ممارسة حق النقابي هي ركيزة أساسية من رئاسه الديمقراطية مضيفا أن الدستورة 2020 يكفل ويكرس هذا الحق وتتابعون أيضا وتقرؤون في ذات الجريدة رفع سعر بيع الشعير للموالين إلى ألفين دينار جزائري عرف السعر بيع قنطار الواحد من الشعير المستعمل كأعلاف لثروة الحيوانية من طرف المربيين ارتفاعا بخمسة مئة دينار جزائري ليصل بذلك إلى ألفين دينار للقنطار الواحد بسبب غلائه في السوق الدولية اعتبارا من تاريخ الثاني جونفي وذلك بعدما كان سعره ألف وخمسمائة دينار جزائري إلى جريدة البلاد التي قالت الرسم على القيمة السياحية مدخيل جديدة للبلديات هذا وستستفيد البلديات التي تحتضن إقليمها مؤسسات فندقية وهياك السياحية من مصدر جديد للدخل بعد إقرار الرسم على الإقامة بموجب قانون المالية 2022 وحسب ما جاء في نص قانون المالية الذي أصبح ساريا بداية من الفاتح جونفي 2022 سيطبق الرسم على الإقامة على جميع المقيمين في الفنادق والمركبات والقرى السياحية الشقق أو الإقامات الفندقية الموتيلات أو أماكن الراحة للمسافرين المخيمات السياحية أيضا إلى جريدة الحوار التي قالت رفع سعر الخبز ضرب للقدرة الشرائية استهجن فاعلون في مجالي تجارة وحماية المستهلك والمتجين لمادة الخبز في حديثهم للحوار تسعيرة الخبز الجديدة التي ارتفعت من 10 دنانير إلى 15 دينار مع ساعاتها الأولى للعام الجديد فارتفاع سعر الخبز بحسبهم أحدث ارتجاجا في الفكر الاستهلاكي وتذبذبا في القدرة الشرائية للمواطن البسيطة التي تعد مادة الخبز سيدة المائدة لعائلته وغداء أساسيا لغالبية المجتمع الجزائرية جريدة الشباب الجزائرية قالت انطلاق الطبعة الأولى للصالون الجهوي للمؤسسات المصغرة أعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة عن مشاركة 80 مؤسسة مصغرة ممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية أوناد في طبعة الأولى للصالون الجهوية للمؤسسات المصغرة الذي تحتضنه ولاية الجلفة من الرابع إلى السادس جنفي الجارية جريدة الجزائر قالت بن عبد الرحمن يؤكد على تسريع رقمنة قطاع المالية هذا ما أكده الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارة ضرائب والجمارك وأملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين إلى جريدة الإخبارية الوساطة بين الجزائر والمغرب المهمة المستحيلة وقالت الجريدة يعود ملف الوساطة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب كلما حل زعيم أو وزير أو مبعوث عربي إلى الجزائر ليفرض نفسه على الإعلاميين والمحلينين على الرغم من صعوبة المأمورية بل استحالتها من الإعلان الجزائري الرسمية الصريح في مناسبات عدة في السابق أقول بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام المخزن ليس قابلا للنقاش أو التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا لا رجعة فيه نتقل إلى المواقع الإلكترونية البداية ستكون بالنهار أونلاين التي قادلت فتح خط بحري مع موريتانيا قريبا وأمر رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب لاجال وتأتي تعليمات الرئيس تبون خلال ترأسي اجتماع لمجلس الوزراء وخص رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون ثلاثاء الماضي رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني باستقبال رسميا برئاسة الجمهورية البلاد قالت ارتفاع مداخل سونطراك بنسبة 70% في 2021 ارتفعت مداخل مجمع سونطراك بنسبة 70% سنة 2021 حسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع تفق حكار وقال حكار في تصريح لقناة الجزائر الدولية الأحد أن سونطراك أغلقت سنة 2021 على صادرات بقيمة 34.5 إلى 35 مليار دولار مقارنة بعشرين مليار دولار عند نهاية 2020 إلى المواقع العالمية للأخبار والبداية ستكون بالجزيلة نت وقالت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعلن استقالته وسقوط قتلى باحتجاجات جديدة أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه بعد أن باءت محاولته للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالفشل بحين قتلى ثلاثة أشخاص خلال مظاهرات جديدة تطالب بالحكم المدني وقال حمدوك في كلمة بثها تليفزيون سوداني في وقت متأخر من مساء أمس لحد أنه اتخذ قاد القرار قرار الاستقالة بعد أن فشلت مساعيه الأخيرة ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة للتوصل إلى توافق سياسي بجنب البلاد الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار سكينيوز عربية قالت كورونا يتسلل للبنتاجون إصابة وزير الدفاع بكوفيد-19 قال وزير الدفاع الأمريكي لويديستين أن التحرير أثبتت إصابته بكوفيد-19 وأنه يعاني من أعراض خفيفة لكنه وضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة وقال أوستين في بيانين أنه طلب إجراء اختبار الأحد بعد ظهور الأعراض عليه أثناء توجده في منزله في عطلة وقال إن آخر مرة التقى فيها برئيس الأمريكي جو بايدن كانت في 21 ديسمبر أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليها بي بي سي عربي قالت فرنسا تزيل علما ضخما للاتحاد الأوروبي عن قوس النصر إثر احتجاجات اليمين أزيل علم ضخم للاتحاد الأوروبي كان قد وضع على قوس النصر في باريس احتفالا بتسلم فرنسا رئاسة الاتحاد بعد انتقادات من جانب اليمين الفرنسي وقالت الزعيم اليمينية المتشددة ماني لوبان استبدال العالم الفرنسي بعالم الاتحاد الأوروبي كان بمثابة هجوم على هوية البلد وأكد أحد الوزراء أن النية كانت منذ البداية وضع العالم بشكل مؤقت وقد تسلمت فرنسا رئاسة الاتحاد لستة أشهر القادمة لو نمتبعين الكرام نصر وإياكم لأختم معرض صحافة الوطنية ودولية شكرا على كرام الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء شكرا على كرام الإصغاء